السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم علي النبهان بهذا المقطع الفيديو رح اشرح لكم كيفية توقيف القيد الجامعي بجامعة اسطنبول للتعليم المفتوح طبعا فقط جامعة اسطنبول بتعطي امكانية للطلاب انهم ياخدوا سنة تحضرية او انهم بيحسنوا يوقفوا القيد من بعد ما يدفعوا الرسوم ويسجلوا كل شي طبعا هاي هي نمط الديلكتر من مكتب الجامعة هلا اوهل الشي عنا نحن هون بهذا الحقل نحن نحط فيه التاريخ بعدين في عندي فراغين الفراغ الاول هون بدنا نحط من اي فصل انا بدي وقف قيدي تمام الفراغ الثاني يعني من ايمتا ل ايمتا يعني مثلا بدي وقف قيدي مثلا من هذا الفصل يعني بدي وقف قيدي السنة كاملة بحط من البرنج دونيم ل اكنج دونيم يعني الفصلين بدي وقفهم هلا تحت عندي قايدون دورما 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 سبب لارنا يزنز طبعا هون عم يطلب سببين لايقاف القايد نحط واحد واثنين الاسباب لايقاف القايد هلا الثلاثة بكتوب التاجي كملك نو وقايد الوضو بوغرام يعني تخصصي انا ورقم التاجي بعدين نحط رقم الطالب اورانجي نو بعدين جي اس ام نو اللي هو الرقم الهاتف بعدين ابوسطو اللي هو عنوان البريد الالكتروني وطبعا ما ننسى هون بالنهاي نحط سنل كامل والتوقيع طبعا الورقة هاي تمام اما الطالب بنفسه يسلمه لمكتب الجامعة تمام تبعا اشيكورة مباعو زاكتانية تم فاكولتاز باتقد انه موجود هذا المكتب بمنطقة الفاتح بيحسني بيبعته بايده هو الطالب او برسله مع اي حدا قريب بنه تمام كمام بيصير النقطة الثالثة بامكانه يبعته من خلال الكارغو على عنوان هذا المكتب ولكن الفكرة معكم لتاريخ اربعة عشرة الفين وتساطعاش حتى توقفوا القايد بعد هذا التاريخ ما عد فيكن توقفوا القايد لهون بانتهى المقطع الفيديو بتمنعكم كل الخير وكل التوفيق